السلام عليكم حبيبي طلاب جريت 3 ان شاء الله هحل معاكم اسئلة لسن 3 في يونيت 4 في كنكت بلوس بدايتنا هتكون من البوب كويز البيج 125 في كتاب المعاصر read and complete with might or might not عاوزنا يا ولاد نكمل النقط دي نكمل الجمل اللي انتو شايفينها دي لأما بmight او بmight not لو الفعل ممكن ان هو يحصل هنكتب might اللي معناها ربما لو الفعل ده مش هيحصل ومش متوقعين حدوثه يبقى هنكتب might not ربما لا number one عندنا اللي في الصورة ده مين حيوان اللي سلوث حيوان الكسلان اتنقط be able to move fast حيوان الكسلان يا ولاد ممكن ان هو يتحرك بسرعة لأ لأ طبعا دي حاجة مش هتحصل اذا كان هو اسمه حيوان الكسلان هيتحرك بسرعة ازاي يبقى هنكتب might not number two دي مين التيرتل السلحفاء it not live in the river هي ممكن ان هي تعيش في الانهار ممكن ان هي تعيش في النهر ولا لا او ممكن يبقى هنكتب might عندنا نوع من السلاحف اسمه السلاحف المائية بيعيش في المية number three مين ده مكاو البغدغان الامريكي it's small بيكون صغير it's small بيكون صغير it's small be able to live in a borough زي ما أنا قلت لكم يبقى هنكتب might not number four مين ده؟ الاليفانت ممكن يا ولاد ان هو هياكل لحمة طبعاً no يبقى هنكتب might might ايه؟ might not حاجة مش هتحصل عندنا بعدي كده مين؟ الكروكوديل التمساح it not live in the river طبعاً might هو يا ولاد بيعيش فين؟ بيعيش بالأنهار بيعيش في المية it might live in the river هو ربما ان هو يعيش في النهر عندنا بعدي كده number six الجراف الزرافة it not eat grass طبعاً هي ربما ان هي تاكل مين؟ العجب بتاكل العجب activities على lesson three اول سؤال read and complete زا ديالوج هنكمل الديالوج بايه؟ عندنا كلمة think يعتقد او يفكر بجسط الاكبر elephants افيان eat يأكل هنا في ايه؟ بيسأل وبي بيرد عليه ايه بيقول ايه؟ what do not eat؟ محتاجين subject ما فيش غير الelephants الافيان what do elephants eat؟ ايه اللي الافيان بيكلوه؟ الافيان بيكلو ايه؟ فرد عليه بي وقال له زي نقط grass they eat grass هما بيكلوا العجب بعد كده ايه؟ سأل سؤال تاني is the elephant زا نقط animal in the world عندنا زا يبقى هنا فيه superlative في تفضيل يبقى هنختار الصفة اللي اخرها ect biggest is the elephant the biggest animal in the world هل الفيل بيكون اكبر حيوان في العالم؟ فرد عليه بي وقال له I don't eat so I don't think so انا لا اعتقد ذلك عندنا تعبير مهم اسمه I don't think so look, read and write might or might not نفس السؤال اللي حلنا مع بعض في الاول number one اتنقط بي the biggest sea animal تعارفين ده مين؟ ده الحوت الازرق الحوت الازرق ممكن ان هو يكون اكبر حيوان بحري طبعا might ربما وهي ده فعلا الحقيقة هو فعلا اكبر حيوان بحري في العالم عندنا بعد كده number two it not eat grass اللي snake ممكن ان هو يأكل العجب طبعا might not مش بيأكل يا ولاد العجب عندنا بعد كده choose the correct answer number one this bag might ولا is ولا are be your bag I can't see your name on it انا مش قادر ان انا شوف اسمك عليها طيب هنعمل ايه؟ هنستبعد is و are ليه مست عشان بيه هنا في ال infinitive فعلي في المصدر طبعا انتو عارفين بعد is و are لازم الفرب يكون مضاف له ing زمن مضارع مستمر اتبقى عندنا ايه من الاختيارات might هي دي اللي تنفع بالمناسبة يا ولاد بعد might او might not او اي فعل ناقص لازم نجيب الفرب في ال infinitive في المصدر this bag ايه من الشنطة بتاعتك i can't see your name on it انا مش قادر اشوف اسمك عليها مش هارف اذا كانت بتاعتك او لأ ربما ممكن ان هي تكون بتاعتك او مش بتاعتك انا مش متأكد number two قلي might ايه؟ there is انا لسه ايلا لكم بعد might او might not او اي فعل ناقص لازم الفرب يكون فين في ال infinitive في المصدر بدون اي اضافات في التصريف الاول يبقى هنختار when قلي might when there is علي ممكن ربما ان هو يفوز بالسباء انا مش متأكد might بتاعت عدم التأكد number three زي ايه؟ have an argument عندنا have في ال infinitive يا مسيو بقى هنختار مين might طب ليه يا مسيو ما ينفعش do ما دو برضو بيجي معها الفالة في ال infinitive عشان يا ولاد ما ينفعش بالجملة الخبرية فعلين يجو ورا بعض كده من غير two ماشي حلوين؟ number four I think chocolate might a your teeth محتاجين infinitive محتاجين فعل في المصدر عندنا might فين بقى infinitive damage I think chocolate might damage your teeth أنا بعتقد ان التشوكلت ممكن ان هي تدمر أسنانك number five I think the elephant might not a grass محتاجين infinitive عندنا might not فين المصدر eat eat grass number six is a lion might a in africa live الأسد ممكن ان هو يعيش في قارة أفريقيا number seven what ولا وير ولا وين do elephants eat they eat grass هم بيأكلوا العجب يبقى هنسأل بإيه what ايه اللي الأفيال بيأكلوا number eight I might not a math محتاجين infinitive محتاجين مصدر يبقى هنختار study number nine what do you think the bird is might ايه عندنا might فين بقى ال infinitive eat عندنا بعد كده number ten number ten I might is a dog for a walk فين يا مثل infinitive عندنا might فين الفعل في المصدر take I might take the dog for a walk أنا ربما ممكن ان انا اخد الدج للتمشي مش عارف اذا كنت هعمل كده او لأ number eleven we might a to the zoo next week عندنا mighty miss فين بقى ال infinitive فين المصدر go number twelve cry fish might a shelter under rocks فين بقى ال infinitive فين المصدر take معنى كده ايه اولاد احنا لازم نحفظ تصريفات الافعال irregular كويس جدا عشان نعرف نحل سؤال الرابع read order and write سؤال الترتيب number one grass elephants eat might elephants الافيال ما لهم محتاجين فعل بس نخلي بالنا عندنا فعل نقص يبقى لازم يجي الاول وبعد كده الفعل بقى الاساسي might eat الافيال ربما ان هما ياكلوا مين grass عجب ممكن ان هما ياكلوا العجب number two bird have this might a nest this bird الطائر ده ماله might have a nest ممكن ان هو يكون عنده nest عنده عش number three think be i might hear the cat i think انا بعتقد بعتقد ايه بعد التعبير يا ولاد i think بنبدأ جملة كاملة جملة كاملة يعني بنبدأ بمين بنبدأ الجملة يا ولاد بالsubject في اللغة الانجليزية بالفاعل فين الفاعل the cat وبعد كده نجيب الفعل الناقص might وبعد كده infinitive be وبعد كده بقى تكملة الجملة نجيب بقى الكلمات اللي متبقية في الجملة طيب الجملة بقى هيكون ترتبها ايه i think the cat might be here انا بعتقد ان القطة ممكن انها تكون هنا ممكن تكون هنا وممكن لا انا مش متأكد number five read the text and answer the questions welcome to the animal show اهلا بك في عرض الحيوانات elephants are very big الافيال بيكونوا حيوانات كبيرة جدا they don't eat meat هم بيش بيكلوا لحمة they eat grass هم بيكلوا الافيال مش اكبر حيوانات في العالم the blue whales الحيتان الزرق are the biggest animals in the world بيكونوا اكبر حيوانات في العالم الافيال ممكن انهم يعوموا كويس جدا in rivers في انهم يعملوا ايه whale swim whale يقدروا انهم يسبحوا او يعوموا بشكل كويس جدا number three which animal is the biggest in the world من اكبر حيوان في العالم the blue whales الحيتان الزرق الحوت الازرق هو اكبر حيوان في العالم يبقى هنا هنكتب number three ينفع تكمله وتكتبه the blue whales are the biggest animals in the world عندنا بعد كده ايه اولاد عندنا بعد كده number six write three sentences about 18 weirdest about the big t-shirt هنكتب عن ايه بقى الجمل بتاعتنا عن elephant ومدينا كلمة rivers انهار اسويم يعوم او يسبح جراس عجب هنكتب ايه يلا بينا نشوف هنقول ياولاد elephants are very big they don't eat meat هم مش بيأكلوا لحمة they eat grass هم بيأكلوا عجب في هنا جملة جميلة ينفع ان احنا نكتبها elephant can swim well in rivers الافيال بيقدروا ان هم يسبحوا بشكل جيد في الانهار بس طبعا زي ما انتم عارفين هنشيل الناون وبنعوض عنه في البروناون بتاعه بنشيل الاسم وبنكتب الضمير بتاعه هنشيل elephants ونكتب they بالمناسبة اولاد ينفع نقول elephants وينفع نقول elephants يعني ينفع ننطق حرف t مع s وينفع ما ننطقش حرف t لما يكون في عندنا s ماشي عندنا ايه بعد كده اخر سؤال سؤال البنك to eat number one I think they might eat grass اول الجملة لازم capital وبعد كده هنعمل ايه جملة نوع ايه جملة خبرية يبقى هيكون اخرها full stop نقطة number two elephants might be able to swim very well اول الجملة لازم capital دي جملة نوع ايه خبرية برضو يبقى هيكون اخرها full stop باذن الله يولاد الفيديو الجاي هيكون حالة تدربات lessons four and five شوفكم على خير سايب لكم لينكات الجروبات بتاعتي بتاعة التليجرام في الديسكريبشن بنزل عليها كل جديد اللي حابب ينضم ودلوقتي هقول لكم buy part